خلال شهر أغسطس الحار على كل شخص سوق الهواتف الذكية شهد برودا مريبا في المنافسة شركات قليلة كشفت عن هواتف جيدة لتضع بصمتها انفينيكس أصدرت هاتفا اقتصاديا بتصميم شفاف على طريقة نوثينك فون ريدمي أخرجت للعلن هاتفا متوسطا تراهن أن يقصف كل هاتف متوسط بنفس السعر أما علامة تيكنو التجارية فما زالت تشق طريقها بهواتف قريبة ومناسبة للمستخدم العربي نتعرف معا عن الهواتف الاقتصادية والمتوسطة التي صادرت خلال شهر أغسطس البداية مع بوكو ام سيكس برو هاتف فاجأت به بوكو بالتغييرات والتحسينات الكبيرة على آخر جيل من سلسلة ام قدم الجهاز شاشة LCD مقال 6.79 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديد 90 هرتز يعمل بمعالج سناب دراجون 4 الجيل الثاني يعد جيدا في الفئة الاقتصادية مع خياري رام 4 جيجا بايت مرفقة بساعة تخزين 64 جيجا بايت و 6 جيجا بايت مرفقة بساعة تخزين 128 جيجا بايت في الخلف الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 مدمجة بعدسة 2 ميجا بيكسل للعمق في الأمام كاميرا سيلفي 8 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة الشحن 18 واط سعر الهاتف يبدأ 145 دولارا شاهد مراجعتنا للجهاز ثانيا إنفينيكس GT10 Pro من أجمل ما قدمت إنفينيكس منذ أن اكتسبت شعبيتها آخر ثلاث سنوات تأثير الظهر الشفاف المستوحى من Nothing Phone وتأثيرات الإضاءة المتفاعلة مع نسبة البطارية والموسيقى وعدة أمور ساعدت على كسر النمطية التي تطرد الفئة الاقتصادية لمدة طويلة استعرنا الجهاز بشاشة أموريد مقاس 6.67 إنش بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هرتز اعتمدت إنفينيكس معالجة Diamond City 8050 جيد للإستخدامات المتوسطة مع رام 8 جيجا بايت وساعة تخزين 256 جيجا بايت في الخلف كاميرا 108 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 مع عدسة للعمق وعدسة ماكرو وبالأمام عدسة 32 ميجا بيكسل ساعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 45 واط سعر الهاتف 250 دولارا شاهد مراجعتنا للجهاز ثالثاً موتورولا موتو جي 14 بمواصفات اقتصادية وتصميم عادي تواصل موتورولا محاولاتها في حفر اسمها في سوق الهواتف يأتي بشاشة LCD مقاس 6.5 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 16 هرتز نموذجي المعالج يونيسوك تي 616 جد اقتصادي ويعتبر الأضعف في الفئات الاقتصادية مع ذلك يعتبر كافية للبهام الاقتصادية والأساسية كتصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة يأتي برام 4 جيجا بايت بساعة 128 جيجا بايت في الخلف كاميرا 50 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 وبالأمام كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة 2.0 ساعة بطارية الجهاز 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 15 واط سعر الجهاز 120 دولارا على الموقع الرسمي رابعاً تيكنو بوفا 5 برو بتصميم شفاف جذاب وخطوط مضيئة على طريقة ناثينك فون تثبت تيكنو أنها في المساري الصحيح لتثبت اسمها في سوق الهواتف الاقتصادية يقدم الهاتف شاشة أرسي لمقال 6.78 إنش بدقة فول أتش دي بلس بمعدل تحديث 120 هيرتز يعمل بمعالج ميديا تيك دايمن ستي 6080 5G ثماني نوا جيد جداً للاستخدامات المتوسطة وفوق المتوسطة رغم سعره الاقتصادي يأتي برام 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت وفي الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل مدمجة بعدسة مساعدة في الأمام كاميرا 16 ميجا بيكسل سعة بطارية الجهاز 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 68 واط سعر الهاتف يبدأ من 180 دولاراً ترقب مراجعتنا للجهاز خامساً فيفو واي 77T فيفو تقوي شعبيتها بعد كل هاتف اللي ما تقدمهم مواصفات وعتد قوي في كل جهاز نفس الأمر ينطبق على واي 77T الجديد يأتي بشاشة 6.64 انش LCD بدقة Full HD Plus ومعدل تحديث 120 هيرتز المعالج دايمن ستي 7020 من ميديا تيك جيد للاستخدامات الاقتصادية بخيارين من الرام 8 أو 12 جيجا بايت بسعة تخزين 256 جيجا بايت في الخلف كاميرا 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 مرفقة بعدسة 2 ميجا بيكسل للعزل عن الخلفية بالأمام كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة 2.0 سعة بطارية الجهاز 5000 ميليامبير بقدرة شحن 44 واط سعر الهاتف يبدأ من 190 دولاراً سالساً Redmi 12 5G هذه نسخة داعمة لشبكات 5G بعدما تم الكشف عن نسخة 4G قبل بدعي أسابيع حافظت على نفس نقاط القوة مع تحسينات أفضل ومعالج نقوة يقدم شاشة سوبر أموليد 6.67 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هيرتز المعالج عبارة عن سناب دراجون 4 الجيل الأول جيد في الاستخدامات الاقتصادية مع خياري رام 4 أو 6 جيجا بايت بساعة تخزين 128 جيجا بايت خيارات الرام قابلة للتوسيع عبر 8 جزء من ساعة التخزين كذاكرة عشوائية في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 مرفقة بعدسة ثانية ألترا وايد 8 ميجا بيكسل بفتحة 2.2 العدسة الثالثة ماكرو 2 ميجا بيكسل وفي الأمام كبيرة 13 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 33 وط يأتي داخل العلبة سعر الهاتف يبدأ 133 دولار سابعا ريلمي 11 اكس فرض جديد من ريلمي 11 وجد مكانه داخل العائلة هذا الشهر بمواصفات متوسطة وتصميم لامع جذاب مع نافذة كاميرات غريبة الشاشة LCD مقاس 6.67 انش بدقة Full HD بلس بمعدل تحديث 120 هيرتز المعالج دايمن سيتي 6100 بلس بالميديا تيك بتكنولوجيا تصنيع 6 نانو متر ممتاز للإستخدامات المتوسطة مع خيارين من الرام 6 أو 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 جيجا بايت في الخلف كاميرا رئيسية 64 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 بالإضافة لعدسة Portray بدقة 2 ميجا بيكسل في الأمام كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة 2.0 أخيرا سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 33 نوات سعر الهاتف يبدأ 180 دولارا ترقبوا مراجعتنا للهاتف ثامنا Vivo V29E بظهر لامع وتصميم جميل مع مواصفات متوسطة الشاشة أموليد مقاسي تفاصيل 78 إنش بدقة Full HD Plus بمعدل تحديث 120 هرتز المعارج ستابد راجون 695 من كوالكم جيد للاستخدامات المتوسطة مع خيار رام 8 جيجا بايت بسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل تدعم التثبيت البصري OIS مدمجة بعدسة ألترا وايد 8 ميجا بيكسل وبالأمام كاميرا 50 ميجا بيكسل تلتقط صور سلفي ممتازة سعة البطارية 5000 ميلي أمبير سعر الهاتف يبدأ من 325 دولارا تاسعا ريدمي كي سيكستي ألترا وحش جديد من ريدمي يطيل علينا بمواصفات مخيفة وسعر ممتاز يقدم الهاتف شاشة أموليد مقاسي تفاصيل 67 إنش بدقة 1.5 كي بمعدل تحديث عالي 144 هرتز مناسب للألعاب في العتاد معالج دايمند سيتي 9200 بلس من ميديا تيك جيد للاستخدمات الرائدة والمكثفة مع عدة خيارات من الرام تبدأ من 12 جيجا بايت مرفقة بساعة تخزين 256 جيجا بايت وتصل حتى 24 جيجا بايت رام وساعة تخزين 1 تيرابايت في الخلف كاميرا رئيسية تلتقط الصور 50 ميجا بيكسل وتدعم التثبيت البصري OIS وفي الأمام كاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل سعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة الشحن 120 وط كما يدعم الجهاز معظم التقنيات الرائدة مثل بقامة الماء والغبار IP68 وسماعات السيريو سعر الجهاز في الصين يبدأ من 355 دولارا شاهد مراجعتنا للجهاز عاشرا وأخيرا One Plus Ace 2 Pro One Plus ظهرت لنا بنسخة برو من سلسلة Ace 2 الحديثة الهاتف بتصميم One Plus 11 مع مواصفات تعد رائدة في قالب وسعر متوسط الشاشة منحنية من نوع موليد مقاس 6.74 إنش بدقة 1240 في 2772 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز يعمل بالجيل الثاني من سناب دراجون 8 أقوى معالج يمكنك أن تجده في هاتف رائد حالي ما يعني أن أداء وقوة الهاتف في معالجة المهام وفي الألعاب قد تضاهي بعض الهاتف الرائدة وفر الهاتف ثلاثة خيارات من الرام 12 جيجا بايت مرفقة بساعة 256 جيجا بايت 16 جيجا بايت رام مرفقة بساعة 512 جيجا بايت والخيار الأعلى 24 جيجا بايت بساعة تخزين 1 تيرا بايت ساعة البطارية 5000 ميلي أمبير بقدرة شحن 150 وط صاروخية سعر الهاتف 410 دولارات لأقل نسخة كانت هذه أفضل عشرة هواتف اقتصادية ومتوسطة صدرت في شهر أغسطس من سنة 2023 لم يبق الكثير على نهاية الربع الثالث من السنة ما يقتراحاتك لأفضل الهواتف المتوسطة والاقتصادية للربع الثالث شاركنا قائمتك أسفل في مكان التعليقات وسنكون سعادة بالتفاعل معك غير ذلك تفاعل معنا باللايك والشير لدعمنا أكثر على انتشار الفيديو ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر